السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنشرح طرية تشد الشبلونة الشبلونة زي ما تشايفين كده برواس خشب مقاس ثلاثين ثلاثين فاربعين برواسها عادة خالص برواس خشب دلها هنحتاجه والقماش الحرير دلقماش الحرير ورحتاج دباسة دباسة خشبية عشان ننسبت بال الحرير ونحتاج كمان مقص عشان نقص الحادثة الزيادة بسم الله ورحمة نبدأ اول حاجة نجيب الحرارة اللقماش الحرار معنا ونجي نسبت هنسبت الجنب بالدباسة ونبدأ من زاوية كده تمام كده هنيجي من ناحل الجنب التاني هنشد هنشد جامل ما عليش هكوش او اي حاجة نزوء بها طبعا ما فيش هكوش في اي حاجة طبعا ما هنيجي بفعه فل مصر انزوء طبعا 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 كده انا عملنا الجنب للنهارة هيا بدأ نروح الى الجنب الثاني طبعا انا عملت اول امشاليه المنتهي النهارة عشان اقدر اشده من داتي اقدر اتحكم بها شده بني هم انا اردتكاو التانى هنه قامل من هنا كده اكتب ماشه للسانترز الى الثانيه هنه قامل نزاوه ده اكتب ونشرده قامل وندابسه تمام نجد الزاوية الثانية نشد منها بس نشد بزاوية بحيس نشد كده نشد معنا يبقى من الاتجاهان ندبل سمترل سمترل نشد منها بحيس نشد منها بس لدينا الجامبان الثاني السراري من جنب الان ندبس نقطر دوريه على اساس تبقى مجدوده من جنب الاخر ندبسها الكويسة والدبس كويسة لن نحتاج للدبس مرة لا لن نحتاج للدبس نجي من جنب الاخر بقى بس نشد منه نجي من العشرة اوه ام حاجة من هوه لا يصبح فراغات ندبس ندبسه ندبسه مش حلو فما بيخش ندبسه هنلاحظ بس مجدوده ام حاجة تبقى مشدوده اشده اجنبه بس كده ايه ندبسه اقتراك الشاب هنجي بالمص نقص نقص الزيادات ونحاول من نحطرهاش ونرمهاش ممكن نحتاجها في شابلونة صغيرة في اي حاجة بس وكده يكون ايه انتهاني ونشد نشد الشابلونة طبعا هنزبط بقى نزود الدبابيز من هنا من الاجناب بس تبقى ماباش في حاجة بارزة كده بس كده الشابلونة خلاص تمام جاهزة للتصميم والطباق اللي احتاجناه برواز خشب مقاس تلاتين فاربين او طبعا مقاس اللي انت عايزه طبعا مقاس تلاتين فاربين او طبعا وقماش حرير والدباس اللي هندبس بها والمقاس عشان الزيادات بتاعت القماشة وش هكوش او اي حاجة ندق بقى على الدبوس لو الدبوس ما نعملش الجامع بس وكده بقى الدهانة من الشابل وشكرا جزيلا